أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع ساعتنا الثانية متوصلة معكم حتى الماضي الساعتين نستقبلوا فيها توتسويت لنفتي دي جو لنفتي دي جو لنفتي دي جو سعيدة جدا باستقبل النايب عن الكوتل البرلماني اللي قلبتو نسمي الورتة الثانية مرحبا مدام اميل شكرا جزيلا ومرحبا بيك ومرحبا بي مستمعي راديو ميت شكرا على قبول الدعوة خلينا نرجو على آخر مستجدات الوضع الصحي بكم سيد نبيل القروي بعد الاعتصام اللي صار في مكتب سيد قاضي للتحقيق تدهور الحالة الصحية نقل نبيل القروي إلى المستشفى وبعد تلقيها العلاج البرح تم مرة أخرى اعادته إلى السجن على الرغم من أنه برشة من الورتة الثانية خلينا نحط نقاط على الحلوب أحكيوا على أنه مسألة نقل بالقروي إلى المستشفى فتدخل في خانة ربما بنافرين العيبة السياسية ولا حقيقة تدهور حالة صحية بالقروي قالوا القول تخريجة بشهزوه من القتبة القضاء إلى المستشفى قاضي التحقيق هو من قام بدعوت السيد طبيب المستشفى العمومي والذي عاين السيد نبيل القروي إذا كان ثم تلاعب روعاً سيد قاضي التحقيق وسيد طبيب المستشفى العمومي وأنا أفند هذا لا أتصور سيد قاضي التحقيق وسيد طبيب المستشفى العمومي يفعل هذا شنين يلاحويلون نبيل القرب نحنا أكثر هاجس عنا أو أكثر من محاكمته هو صحته مازال في إضرب الجوع؟ مازال مواصل في إضرب الجوع أنا لنصيب كودا بالقادي نبعثوله مع المحامين أنا نكتب نبعثوله ما حابش يقص على إضرب الجوع نك خايفين على الحالة الصحية لنبيل القروي نبيل القروي عنده يعني فيما يتعلق بنعاش بالجانب القانوني عندك معلومات ولا نعفيك أو ما عندكش معلومات على مسألة تجاوز المدة القانونية لعملية الإقافة التحفظ ما عملتوا فيها؟ بس كل حكيوا فيها المسألة ذاية معناها ثم خصوم نبيل القروي قالوا رو تجاوز المدة يعني ستة أشهر تجاوزها القانون يقول في صورة التمديد يجب أن يقع التمديد مرتين بقرار معدل وبعد استشارة كل جمهورية هذا لم يقع طلبنا الإفراج للجوبي فريق الدفاع بالطبيعة طلباء الإفراج للجوبي حاكم التحقيق رفضة يعتبر أن مدة الإقاف الأولى الليلية ممكن نحتسابها في الإقاف مشينا الاستئناف أمام دائرة الاتهام باعتبار أن الاستئناف في القطب القضاء يقعوا أمام دائرة الاتهام دائرة الاتهام أقرت أن المدة تنظاف وأقرت أنه مش ممكن عدم احتسابها وهذا بتبيعها لأن هنا نسمع طوى في عديد الدعوات نقحوا الفصل ليه الفصل الواضح ما النقعش علش النقع فيه الفصل الواضح حتى مدة الاحتفاظ ولا الإقاف التحفظي ستة شهر ولا التمديد لمدتين بأربعة وأربعة المجموع يسوي ثمتشهر ويقولك في كل الحالات بقرار معالل يعني أنا النص واضح علش أنه هو يقولك ربما يعني ثم لبس يخلي إمكانية التأويل أنا ما نصورش ثم لبس وقرعتي النص واضح وفي حالة والدليل أنه سيت حاكم التحقيق ما قالش ثم لبس قال المدة الأولى ما نحتسباش أنا بش نعطيك سؤال بسيط في حالة بش يحكموا عليه هل سيقع احتزاب المدة الأولى والثانية ولا لا هاي ممكن شي طرحوهم شي طرحوهم من الحكم طبعا المدة الأولى والثانية إذن بما أنه طرح على أساس المدة الأولى والثانية فإنه يقع احتزابه هذا يعني تأوير مش تفصل دون كامل ورثة ثانية مسألة التمديد في إيقاف سيد نبي القر أنا كقانون جاية ولا كمرأة قانون فصله خرق للقانون يمسوا بحرية مواطن وهذا يدخل في باب التعدي على الحريات وتعدي على حقوق الإنسان وهذه يعني مسألة لازم ندولها خطرها ولا تختيرها على الحريات في تونس إيقاف سياسي التمديد سياسي تقرأ أكثر منه قانون أنا كيف نشوف ما صار ملفنا بالقرو منذ 2019 من نجم كل كان سياسي لأني أنا كننظر ملفنا بالقرو ننظر له برمته من شاهد في قضية إلى أبريل 2019 وقت لسعد في اللي صنداش ولا متهم إلى حجر الصفر عليه يمشي بش يطلب رفع تجميد الأموال وحجر الصفر يقول له نعم أم لا لا يسيدي ما رفعوا لك أنت مظنون فيك فيك شبهة هما شعملوا حطوا في الحبس في العالم أجمع ما شون حطوا هنا ما قال ما حطتوا ما قال قضاء حطوه مشينا لدائرة الاتهام ليه كالعادة الاستيناف يومين قبل الانتخابات قطلقا صراحه في تسوياء سياسية لإثفاء الشرعية على الانتخابات اللي سأل أني يسأل إذا كد سمحني سمح سؤال وحيد ثم وحدي نجم يشكك في هذا هذي وقاع أيبا أنتما لليوم تعتبروا نبيل الحر لا مش نحنا هذي وقاع موضوعي نحكي على اعتباركم من نبيل اللقاروي هو سجين سياسي وبالتالي مثلا الناس ممكن تسأل تقول لك السياق بتاع وقتها غير السياق هذي تقول أنت وقتها تسيب لإصغاء لإصفاء السبغة الشرعية على الانتخابات وعلى النتائجة وغيره اليوم الظرف غير الظرف ومعنى وقتها انتخابات وقتها حملة انتخابية وقتها ربما نبيل القاروي كان يوم يقلق في خصومه سياسيين وبالتالي صار اللي صار اليوم السياق غير السياق مدام وردة تاني وبالتالي إذا كان تقولوا نبيل القاروي سجين سياسي نبيل القاروي ضحية شنوه اليوم علاش لنا في انتخابات لنا في حملة انتخابية لنجم يقلق خصوم سياسي عشب اليوم الراجل يحكم ومساند لأكومة ما ينجمش يقلق خصومه اليوم الراجل يساند في رئيس حكومة جيبوا رئيس الجمهورية ومن بعد صار الخلاف مبينتهم ونبيل القاروي يساند فيه هذا ما يقلقش دوكتا تباروة نبيل القاروي اليوم هو فاتورة مساندة حكومة المشيجي صندوته كام نعم زج به في هذه المحقة يعني السياسية وعندها تبعات للأسف لأنه أنا طيب بش نحكي على الإجراءات الأستاذة سلسابي لقليبي وما أدرك مسلسابي اللي قليبي كتبت تدوين على صفحتي هي من أنصار نبيل لا هي تقريبا من الشق يعني اللي تدافع يعني على هي أستاذة جامعية معروفة يعني بالكفاءة متاعها تقول لهم كنحبوا ندافعوا معاكم ونحاربوا معاكم الفساد ما تقوموش بخرق فدح كيف هذي ما شين نحنا قلنا سلسابي الأستاذة المعتدلة الموضوعية على مسافة من الجميع هاي أستاذة قالتو مش هنا قلتو اثنين تحبوا ندخلوا في الملف نحنا رايما اسألت ملفنا بالقروي حاجة والخرق الفصل 85 من مجال الأجراءات الجزائية حاجة أخرى ما يمكن التمديد بأثر رجعي مثلا ماش تمديد قرار إيقاف تحفظي بأثر رجعي هذي المعايير الدولية ما نحبه معناها أنا نجيك نقول لك ليه أنت تحت تدخل في طائلة يمشي الاستئناف عوض يقولوا به على غال صار خطأ مثلا أو سهو في مدة الاحتساب شكون يتحمل الخطأ استفيد منه المتهم المتهم ولا يمكن أن يكون على حساب الحرية هذي في أبسط يعني المسار كله كل قرار وكل حكم ضد نبيل قروي إلى أن وصل الأمر لخرق واضح لأحكام الفصل 85 تقول لي ثم إقراءات أنا نقول لك سمحني كاد المريبو أن يقول خذوني تحب نحكي على ملف نبيل قروي أعطيني محكمة في أي دولة في أي معيار تطلب نفس الخبراء المطعون في نعزاذهاتهم والمرفوعة ضدهم قضية معناها شد أيها الخبير صلح أغلاطك أعطيني فينا نفس المرة أخرى أعطيني فانا قانون وفانا محكمة وفين صارت وفانا عدالة يا عباد ربي يعطي نفس الخبراء راهي معناها من يقف وراء تمديد يقاف نبيل القروي أنا ما نتقف حتى حد ونشك في الناس كل شو معناها نس كل نس كل نس كل رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحملوا مسؤوليتهم في الحالة الصحية المتدهرة ونا وكلنا حالة الصحية خطر نعرفه معناها اللي موش بشي موش بشي فك فالذراب الجوع ها ما تحملوش مسؤوليته اه طوي تحمله طوي يصير له حاجة طوي تحمله هاي يلعبو بحية الناس يعني تصير له حاجة مش مفروض مش مفروض طوي تشوف اه فينو شيخ بعد قداية حاكموه بن علي الله يرحمه ويناعمو قدايش قاعد في الحاكمة وم بعد مشاه شو لو دام لو دامت لغيرت ما قالت اليك التاريخ سيحاكم الجميع واول ما من سيحاكمه هو التاريخ في القضية هذي هما نواب قلب تونس لانه انتم اليوم تتآمرون بشكل او باخر على رئيس الحزب نبيل القروي اليوم شفتوا انه رئيس الحكومة لايمكنه ان يفعل اي شي رئيس البرلمان كذلك انتم فقط اللي عندكم الاسلحة اللي تنجموا تضغطوا بها ومع ذلك ما زلتم مترددين في اتار مساومات وتسويات وتوافقات ما زالت تربك التحرك متاعكم حيال هذه القضية بالذات تنسيش مدام اللي انتم كنتوا عرضة لمثل هذا خلينا نقوله المارسة المارسة صحيح المارسة وقت اللي تم ايقاف نبيل القروي في الصيفة من 2019 وكنتوا تعرفوا وقتها انه ترى حركة النهضة كانت مع يوسف الشهد وراءه تلك العملية واليوم ما تنجمش تجي وتكذب الشيء هذي اللي اخترق القانون وقتها انتم من بعد حطيتوا يدكم في يده يعني انتم شرعتم لهكذا تجاوز وهكذا معناها مظلمة من بعد بدل انكم تنقون بانفسكم على من وظف القضاء وسيس القضاء بالعكس اخترتم ان تتحالفوا معاها وبالتالي وقت نشوفه المظاهرة المساندة لنبيل القروي امام القطب ونلقوا فيها كبرى قيادات حركة النهضة وكبرى قيادات قلب تونس اليوم نقولوا كلمة واحدة تلخص الوضعية هذيك انكم قاعدين تشربوا من الماء اللي لوثتوه تم تلوث القضاء بالسكوت على ما حصل في حق نبيل القروي في 2019 واليوم تحبوا تداركوا المأسل وانا في اعتقادي تدارك بدام وتأخر بعض الشيء انتم ككتلة خلينا نفهموا كل شيء انكم تحالفكم حركة النهضة تم في ايطار معناها تسوية سياسية تحالف مع الحكومة في نفس الوقت في نفس الاطار اليوم لا حركة النهضة أوفت بوعودها ولا الحكومة استطاعت ان تفعل شيء لنبيل القروي وبالتالي انتم الى معناها الى متى بش تبقوا في نفس التحالفات وكأنه رئيسكم معناها حر طليق انتم اليوم امام التاريخ تتحملون المسؤولين لا حركة النهضة ولا الحكوم انتم كترف اليوم عندكم وسائل الضغط ولكنكم مزلتم منقسمين ومرتبكين في استعمال الوسائل هذه وبالتالي نبيل القروي يدفع الثمن ثمن تراخي كلته وليس معناها حلفاء لنعرف التحالفات هذه معناها تحضر فيها الرجولة وتغيب كما نقول واحد فاضح مادام مرتبكين انا بش نقسم ميكروب بش نقسم الجواب الى جزء الجزء الاول انا كيف وجهت نداء لسيدة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما وجهت لش على اساس هذاك ضد نبيل القروي ولا خصمه السياسي ولا منافسه وذاك حليفه وذاك حليفه انا وجهت المؤسسات الدولة وبالتالي رئيس مجلس نواب عندما واجهه اليه نداء واجهه اليه بصفته رئيسا المؤسسة التشريعية تقول لي عنا اسلحة انا الضغط على حركة النهضة ولا فك الارتباط منها ولا اي حاجة انا نعتبره سلاح لا اخلاقي السياسي نبيل القروي يجب ان يبرئه القضاء ويزي من نجي معاك بش يخرج نبيل يخرج معاك بش يعني نفق ارتباطي بيك هذا سلاح ضد النهضة بش يخرج نبيل نبيل القروي ملفه قضائي ويجب ان يعامل كمتقاضي يعني وكمواطن تونسي بدون خلفية سياسية ونحن بش هذا النضال الحقيقي للفصل بين سفتي السياسية نبيل القروي ممشاش كرئيس حزب قال تونس كما صدر في بعض البيانات رئيس حزب قال تونس لا هو متقاضي ومواطن ومنحبش وانا امال ورتتاني كتلتي ربما نجلسوا فيه نعمل اي مقايدة سياسية بالحقوق والحريات اليوم نبيل غدوة غيره توافقنا ولا تحالفنا مع حركة النهضة مسألة تونقش بقطع النظر على ملف نبيل وانا ضد توظيف هذا التوافق من اجل ملف نبيل وكنت ضد تصريح السيد راشد لغنوشي بصفاته رئيسا لحركة النهضة سيخرج معادشة زازان مكرما ما عندكش الحق خلي القضاء يحكم وانا كنتدخل في ملف نبيل القروي ديما ندخل من الناحية القانونية من التلويث منتع القضاء هذا في المعركة هذية بش نفصلوها بش نفصلوها وانا اثمن قرار مجلس القضاء العدلي على تأخره انه يسحب الملحقين برئاس الحكومة ورئاس الجمهورية وفي المناصب يعني الدولة الاخرى خلي نفصلو يشدو محاكمهم ونجلوهم ونقدروهم ويخدمو على رواحهم للأسف تم توظيف مؤسسة نيابة العمومية يعني في الانتخابات 2019 سيف لجرون ناس كل تعرف كيف تخلي نبيل يزي يزي وهذا الملف خليه يكون الفايصل ربما نبيل القروي دي ما يدفع الفاتورة هذك قدره ولكن انا بش نوظف الملف اذا اياه نفك التحالف لانو نبيل القروي تخلف المحرقة نتيجة تحالفات لا سبيل اليه ومن ينتظر هذا نقول رك تنتظر في الفراخ قلب تونس تحالفات وما هيش مرهونة بمصار قضائم تعمل في نبيل القروي يجب أن يطبق عليه القانون بمن مع النهض بسبب مبدئية والحال انو سي نبيل قبل الايام من الانتخابات يقول سجلوني ووريوني وصوروني لن اتحالف مع النهض اذا صر هكا هم بعد تحالف دونك مرهش نحكيه على المبادئ ولا نحكيه على تسويات سياسية انا اول حاجة نحكي على شخصي ليه عاد لجي مش هكا تود جينا لهنا وتقول انا نحكي احنا دعوناك لنا بسيفتك عضوة في قلب تونس لا يمكن انت بيش تعتبروا خطأ لا يمكن اصلاح بالخطأ بالخطأ الاخطاء تصلح بالتقوين مش باخطاء ونكملوا في مسارك المقايضات وعلي مسألة دعم كتلة قلب تونس لحكومة هشام الشيشي مازالت قائمة مفرغ منها مفرغ منها تقييم موجود وهذا طلب نبي موسى من الناحية السياسية ستحسبون علي يعني دعم سكو انتوما اليوم معنيين ربما بنتائج عملي هاتي هالحكومة تحكي على التقييم التقييم يوم يتون شو معني هاللغ المصطلح اللي ولا موجودة دعم نقدي للحكومة يخي فالانتخابات كتجيب تعملوا حملتكم بالانتخابية بش معناها الناس بش تحملكم مسئولية 13000 ميت اليوم موسى انتوما بارك ولا الحكومة باركة تحمل مسئولية 13000 سليمات وإلا زيادة في الأسعار وإلا تردي الوقت رشي رائي شو تقولولو لهم رانا وقتها كنا دعمينها اما ننقضوا فيها مدام وردتاني هي هكا تفسروا نحنا ندعموه رئيس الحكومة وفي قراراته الغالطة نصاوبها ما لشنو معنا يزمو يتشاور معنا هوا ما تشاور شو معنا ايا ذكا عليش نحنا طالبين نحنا عملنا مكتب سياسي وخرج عياذ اللومي في عديد وقال را وأنا طالبت بإعادة حوكمة البرلمان وإعادة حوكمة مش فكل الارتباط ولا نقلبوه ولا نسحبو ثيق إعادة حوكمة البرلمان لي معناها يعني المحاولة استقرار ويقوم بالمهام ثم تقييم تحالفنا مع الحكومة وكيف يتم هذا يتم بالقوانين اللي يجيب فيها يتم بقانون المالية التكميري نستناه فيه يتم بالإضافات والتعديلات على الموازنة المالية بخبص تسؤال مدام ورطة تاني بناء على شنو تدعمه في حكمة الميشيشيليوم يعني الدعم بناء على أداء جيد بناء على إصلاح وضعية معينة بناء على برنامج ورؤية إصلاحية شفتوها متوفرة فيه بناء على شنو دعمكم لهذه الحكومة تنجم تقولوا لي يارا فراغ يخي يخي بش نمشي ورئيس حكومة آخر ورئيس حكومة آخر ورئيس حكومة آخر البلاد مطالبة الاستقرار ينجم القرارات ما تعجبناش تنجم شيسا ما تعجبناش ندخلوا فيها ونصلحوها ما نطالبو بتشريك يعني الأحزاب الداعمة في القرارات الهامة شنوها أنا معناها بمجرد قرار ولا ثنين ولا ثلاثة هذا عدا كما صار محكومة السيحبيب السيد وإنا نعتبر الخطيئة الأولى لي ما وش عجبني يمشي روحوا بعد جاي يوسف شاد صار خلافة مع سيد الباجي قاية سبسي الله يرحمه الأستاذ برا روح لا إيجا نمشيو في استقرار وكان وكان مش ناخذوا موقف يكون موقف جدي ورازين مش نمشيو يعني في الاستقرار ولمشكلة حتى رئيس حكومة مينجم يسلح باعتبار عدم الاستقرار بيشيخذ قرارات وبيشيخذ يعني إسلاحات كبيرة لازم تكون حكومة دقونة قوية دقونة مستقرار اليوم حكومة ضعيفة حكومة ضعيفة باعتبارها مشلولة باعتبار عدد من الوزراء ما همش قاعدين يخدموا هذا الكل يجب أخذوا في عين الاعتبار لحكومة ضعيفة نحن ولكن أنا السياسة رأوا فيها عدة قراءات وفيها رزانة وفيها معناها تحاليل وفيها القرارات الجدية والمسؤولية سيبراهيم شوف أنا أولا فيما يتعلق بسيد نبيل القروي ما هوش متقاضي عادي ولو مواطن عادي هو الشخصية السياسية وهكا ليش أنتم اعتبرتوا أن القضية متاعه رهي مسيسة إلى أقصى درجات التسيس مش تحيك لا 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 تقول وانتم بساجين سياسي على خطر الملف من 2019 هاتذ الخروقات اللي صايرة في الملف السيدة أمال نعم أنتم تحدثتوا على ما بين 15.000 و17.000 مساجين طوى في حارة إيقاف في نفس الوضعية متاع السيد نبيل القروي ولكن حتى حد ما يعرفهم هاكم أنتم قدمتوا الرقم في انتظار أنه الرقم ذا السلطات القضائية تأكدوا ولا متأكدوش ولكن هنا فما قضية اسمع قضية نبيل القروي هو رئيس حزب هو رجل سياسي هو كان مترشح لانتخابات رئيسية هو كان فينا ليست مع الرئيس الحالي ماه نمر لهذه اثنين فيما يتعلق بالتحالفات متاعكم التحالفات هذه هي ما ما تبنيتش على قنترة صحيحة احنا شفنا الخطاب متاعكم في الحمالات الانتخابية وشفنا التصريحات متاع كبرى القيادات فيهم حتى السيد اللي هو سعياء ظلومي واللي هو هو استقال من الحزب اللي قال الآن إذا كان حطوا يدينا في دين النهضة هذيروا بعض الانتخابات وهو نجح راني أنا سأستقيل فهمتني وقاعدين أنا في اعتقادي أنه أنتم دعمكم لحكومة سيد هيتشام المشيشي ليس دعم مبدئي وخوفا على عدم الاستقرار متاع البلاد ما دام السيد هيتشام المشيشي في سراع مع السيد رئيس الجمهورية أنتم معاه وخدوا الحي لو كان السيد هيتشام المشيشي يرجع في صحيفة العسال مع السيد رئيس الجمهورية أنا الشبه متأكد وأنكم أنتم تكونوا من بين المسارعين إلى سحب الثقة من الحكومة متاعه ثلاثة أخي قاعدين تشوفوا أنتم متابعوا في استطلاعات الرأي وأنكم كنتوا في وقت المال حزب هذا قبل الانتخابات كان لولان يوم بعد في الانتخابات جاء الثاني شفتم أنتم التدهور والتدهور هذا علش يا سيد أمال علش هي أن الناخبين متاعكم يعتقدوا أنكم أنتم خنتوا العهد معهم خاصة فيما يتعلق بالخطاب السياسي متاعكم لأن الناخب يمشي على خطاب سياسي يكلب عليك فما ناخب يمشي يصوت وانا صوتنا لكل يمشي معنا يصوت على أساس برنامج حتى حد ما هو متطلع عليه البرامج طالح حزيو ولو البرنامج حزب قريب تونس كان من البرامج الواضحة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وهذا معانتها نقطة تحسب ولكن هنا يلترى الحكومة هذه قاعدة تحارف الفقر هاي اول المبديات تقوم بالترفيع في الاسعار هاي اول المبديات تم اعلان كونه تم الرفع تدريجي على المواد المدعمة وين كنتم من هذا ونعاود ونأكد وغضو الحي سيش يرجع في صحيفات اللي هتسلم على السيد خيدي سعيد اكيد كتل القلب تونس يكون اول من يبادر بيساحب الثيق من فضل مدام وثلت تحالفات هذية الحقيقة انا جيت للبلتو هذية وقعد هنا وسئلت واني وجاوب نحنا كنتخلنا المجلس من واب بقية الكتل كله رفضت بشتعام المقال بتونس مشينا في رئيسة المجلس قلنا لهم هاوس شرف الدين قلنا لحقيقة وما قلت جيما نحكي وعلى حال وفات الفترة دي كخليني نكملك بشينا في حكومة الجملي اسقطنا حكومة الجملي مع الطيار والشعب وبقية الكتل وخرجنا وعملنا كنفيرانس بتلبنا من سقطنا معهم ما نعرش انتي تعرف انا ما نعرش انا انا واحدة من ناس قلت اذي حكومة فيها وزراء يعني عندهم مثلا مش كفاءة ثم يعني كما معبير كفاءات خنكملك حكومة ذي حكومة قي سعيد حكومة قي سعيد هي ذي حكومة قي سعيد وختارها قي سعيد اي ماشي حكومتنا لك حبينا نعملوا تحوير قي سعيد عملوا بلوكاش فبعد حكومة الجملي كل عادة داروا وذهبوا للتحالف مع حركة النهضة اللي يسيبوا فيها نفس الوضعية بتاع جميع الاحزاب خنكملها حركة شعب صبت حركة النهضة سهم يا عبو حزب نعملوا بلوكاشا تحية تونس وبعد حكموا بلوكاشا اذا بربي خلينا ننهيوا منها المسألة ذية اراه في نظام برلماني معدل ولازم الاحزاب تقولوا بكل صراحة لازم يتنقح قانون الانتخابات باش الكتلة الاولى يزيني من انتمثيلية النسبية على الاساس اكثر البقايا وثم عطبة باش نحيوه حتى شردهم باش الكتلة الاولى تشد الحكم كما في انجليتير لغيجين تيبيك لغيجين بارلمانتر تيبيك وبيان ماكسيموم الكتلة الثانية باش نمشيوه في الاستقرار وربما كانت يعني في المجلس تأسيسي طريقة الانتخاب اذيك باش تمثل حتى الاقليات لانه كان من المفروض كل نفس يعني وطني تحرري ولا السياسي يكون يشارك حتى الاقلية رينها شاركت في كتابة الدستور حتى ما يكونش يعني الاديولوجيا تحكم ويكون دستور اليوم يزي خليني نكملك حاجة وحيدة تقول لي مكافحة الفقر نحنا مشكلتنا في هذا مع رئاسة الحكومة في برامجه نحنا مشكلتنا في هذا نحب نقول فقط فما اخبرنا نسوقه باحتراز ربما يحكي على انه سيد قاضي التحقيق بالقوة بالقضاء المالي اصدر تلافة بطاقات اداع ضد الخبراء اللي اه اعدوا الاختبارات في قضية تبيل القروي انتي في براء متفاجعة انا انا خريت الميلة في ريت التضييف باحتراز انا لا اخبر اخبر جديد اخبر مش متفاجعة بتعبة مين اجمش انا نقول لك دلس التقرير فينا حاول تتحصل على محامي سيد نبيلا القروي ويلا مساء الله الخليفي كان عنده المعلومة بعض التفاصيل في نبيل القروي في الميلات متاعه من المضح انا اعملت مداخلة من المضح كات المبكيات بيع دويرته كمات والده ربي قضى ربي يقضى الناس حط الفلوس في الكونت بكونترا حطوله طبي عنده خدم مع اوبراتور تليفوني كالجيغيان قلبوه متعاركوا اياهم تعد المحكمة تنسيهم المحكمة الزائرية انصفوه بعثوله فلوسه حطوهم طبي ثم مال شوف ما هو الخاء هم ثلاثة خبراء في التقرير متاحهم طلمون اللي يدلسوا ومعادش مريق بين بعضهم ثم صفحة 750 ضحك يعني التقرير يقول عكس التقرير شوف انتي مين نزل المبلغ من 137 وبعد قالوا 70 وبعد قالوا 28 28 على خطر قالوا التسليم يعني التسلم وهم اعطوهم الوثيق والمؤيدات سينابيل لازلهم مسكين قل كراه كحتينا دي شارج على الوثيق مش معناها تسلمناها ايشنو معناها دي شارج متاعك خبير قانوني محلف تحد دي شارج متاعك على وثيق تقول ما تسلمتاش باي عليش بشي خليوكو 28 مليار بسي تحكم تحقيقي انا جميعكم بعشرة مليارات اللي عاملوهم معناها الخبراء في نبيل القروي مساكر انا شو نقولهم حاجة ياويلكم الربي كيفش ترقدو في الليل ياويلكم الربي ما دام ما دام ما انتم توق لحظة قبلتوا بالافراج على نبيل القروي بكفالة عشرة مليارات ما تراوش وكأنكم معناها شرعتم لهكذا تجاوزات في حق نبيل القروي شكينا بهم نحنا قبلنا معمل السيناء نعملوا السيناء في رفضوا العشرة مليارات طرفهم عليش يحبوا عشرة مليارات يعرفو نبيل مجمدة امواله هل من الضوء القانوني سليم تطلب واحد ما عندوش فلوس عشرة مليارات يقول لك خلي يمشي اخوات ودار ويتلز ويعمل حجة هكا ولا هكا نشد عليهم حاجة فيكم مرقب شايف الملف هي طوريت النبيل القروي نعطيك حاجة والقضاء والمحامين والخبراء اسمعوا فيها حاكم التحقيق يحكم بالافراج مع كفالة هو دليل براء هو اقتنع انه مفماش ايدانة لانه حاكم التحقيق عمال استقرائية مهاش قضائية يبحث فيه ادلة البراء وادلة الايدانة لكن عطاك العشرة مليارات والعشرة وهي الكفالة اللي شنو هي الكفالة اضمان باش ما تهربش نبيل القروي محاجر سفر شفت نبيل القروي الملف راهو راهو اللي عندو الحد الادلة من الضمير هزي وديكم عن ملف هزي وديكم علانة بالقروي راهو اجيلا ام اجيلا عاجيلا اجيلا القضاء الجالس ما رد بالك الناس بش عم مسؤوليتها وانا عندي ثقة في القضاء وعندي بش نصفو بش عتيو وستبقى راهو في تاريخ تونس في الانتقال الديموقراطي بش تبقى لكم واسمت عار كل من وضع يده على هذا الملف جي لومو مو او بوضع هزي وديكم رائعيب نرجع الى جانب السياسي دونك اللخص مدام من الورتتين تقول مسألة مراجعة التحالف بين ظفرين مع حركة النظر في الوقت الراهن غير مطروح لا لا ما هيش مسألة انت عموا قايدة سياسية مع اطلق صراحنا بالقروي يعني بعد ان يطلق صراحنا بالقروي لقبل ولا بعده هذك ما صار واحده نبيل القروي يجب ان يأخذ حقه كمتقاضي اسمه نبيل لا علاقة لاب قلب تونس لا علاقة له بحزبه لابنشاطه هو مواطن تونسي اكفلو له حقوقه كمتقاضي ومعاش نحب لقيق نتأسف بيانات تقولك رئيس حزب قلب تونس هو متقاضي بلا مدام مدام تحبوا نبيل القروي متقاضي كمواطن تونسي عادي ماذا بنا معاش نشوفوا نواب من هزبكم ولا من كتلة خاصة من حركة النهضر حليفكم قدام قطب القضاء المالي تواثبتوا روحكم تحبوه مواطن عادي ولا رئيس حزب وحليف الحكم وبالتالي تحظى القيادات هذيك يلزم توضيحها الرأي اجهزة القباة شوف مشكلة اتصالي اجهزة القباة كيف تتكلم وتقول رئيس حزب مشكلة مشكلة التعاطي مع مسألة وقضية نبيل القروي مشكلة اخرى زادة في الضعف الاتصالي وهنا الغريبة والمفارقة الكبيرة انه نبيل القروي وخوه غازي القروي هم تقريبا عمالقة الاتصال في تونس وحتى في جزء من أفريقيا والعالم العربي نهار تستحقوا اتصال محترف ما لقاوش لقاوه بالعكس عملية اتصال مسئلة لنبيل القروي وليست فائد نبيل القروي معناه القضية في ملاحظة في محلها وانا نشكرك عليها وسأنقلوها لفريق الدفاع غدوة يظل فيما لقاء منتظر بين سيد رئيس الحكومة هشام الشيشي وحزامه البرلماني ما عندك شو معلومة من الوقت التاني في اخر لقاء كان طلب من الممثلية الحزام البرلماني انهم يعطيوه مقترحات للخروج من الأزمة السياسية مسألة تفعيل التحوير وإلا تشوفوا حل آخر الخروج من هذه الأزمة تقبيلا كنت تقول ما نجبوش أنه محكومة عرجية حكومة تخدم بربع الفكتيف متاحها وبالتالي شنو مقترحكم اليوم للخروج من هذه الأزمة مادم ورتتين الأزمة في تونس السياسية والاجتماعية هي في الأساس أزمة سياسية والأزمة السياسية هذية أنا نعتبر أنه نتيجة لقواعد اللعبة المختلة الحل هو في التنقيح القوانين اللي نظمة هاللعبة السياسية لأنه في الأخر هي لعبة سياسية وخليت مشكلة تونس منذ 2015 أنا نعود نقول لك راه منذ حكومة الحبيب السيد وثم يعني اختلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة واللي عنده شرعية الانتخابية يجي رئيس الحكومة المعين من طرف العزب الأكبر واللي نال ثيقته يعني الحل هو في تنقيح القوانين لتعديل المشهد السياسي ووضع قواعد مضبوطة ومحددة شفنا الفشل المتاعه وبالتالي الإصلاح يكون حتى المستقبل الثنين في الوضع الرهن يجبوا على جميع الأطراف الجلوس اللي تاولت الحوار وكلما يعني واحد من الأطراف وانا وسامي انا عندي المسؤولية رئيس الجمهورية يعني فورقاءه يعني الناس اللي يعتبرهم خصومه يبعدهم وما يكونش رئيس كل تنسيين بش يخسر في مصدقيتي بش يخسر في رسيدو والأهم بش تخسر البلاد يحب حتى اللي يحبه هو رئيس الجمهورية ماذا به يقول هنا على الطاولة وأمام العلاق ويسمي المسميات الأمور بوسمياتها ربما يرقى حل حتى ما حركت النهضة وإذا كان نرقاوا حل هما حركت ما النهضة معها نحنا باكستيون إذا كان نرقاوا حل بقية الأحزاب نحنا ناس ثبتين نمشينا 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 نرعبوش بالدولة إذا كان هما نرقاوا حل من أجل الاستقرار يمشيوا فيه ربي عينو أما نحنا ما نمشيوش فيه وندعو حتى نتنازلوه من أجل مصلحة تونس أما الوضع هكاية هو هكريت رفض الحوار اللي دعاله رفض الحوار اللي دعاله إتحاد تونس الشغر وكان يمو يعني في الوقت هو شو حب يقول لك خليها تقع على الجميع خلي نتائج اقتصادية كيف هكا اجتماعية نس تموت خلي ناس تخرج للشارع لا راهوا الناس المراهدية كان خرجت معاش تدخل والكارثة ستحلوا بالجميع وعنا وفي شهر الجويل يعني إرجاع النسبة من المجنونية العمومية لخدمة الدين ونجموا البلاد تدخل في ساساسيون دو بايمان وهذا الكل يجب أن معناها يوضع في الاعتبار واللي يلعب بهذا وما يعرش نتائج اللي يلعب به أنا إذا كان معناها سواء في رئاس الحكومة ولا رئيسة الجمهورية ما يرقاوش حل رهم اثنين بش والشعب التونسي ما هوش بش يسامح الجميع بما فيها أعضاء مجلس النواب اللي الناس كل تلوم فينا تلوم فينا تلوم فينا وفي الأخير هذك هي تلك حدود الله تلك الآليات القانونية اللي عنا استنفذناها البارح آخر أجل لإمضاء القانون خاتم المحتم الدستوري هل أمضاء رئيس الجمهورية لم يمضي ولن يمضي بالتعليل اللي عنص أنا كان عندكم أمل بشي اللي لا مثلا يعني تعميق للأزمة سيدة عدم سنة سنة براهيم تقيقة يعني عدم ختم السيدة الرئيسة الجمهورية لقانون المحكمة الدستورية تعميق بالطبع للأزمة يجي في وسط يجي في وسط ويضحك يكسر خدمة لا ميسيرش على قل مساعة فالجو علش لقى حلالك وخلصنا لك رابطك شفت دعايات المغرضة هراني نعاني تفدلك بعد هاي هاي عائلة يكل الساعة في بالي في بالي امان ايمان ساعات بيجي هكا من ناحية يا مساعة ديبا معاك سيبراي ديبا معلي ناش شوف يجي للمحكمة الدستورية احنا منه هو ظاهر من خلال الرسالة الطويلة والعريضة والعريضة اللي ارسلها لكم السيدة الرئيسة الجمهورية اللي هو لن يمضي لن يختم القانون ذا ولن يزيره في الرئيسة الرسمية بالتالي القانون هو موجود هو التنقيح هذا يرفضه ولكن القانون موجود مثلا ما حكمة الدستورية بالتالي بيجي ترجعوا الى انتخابات ثلاثة اعظام بتاعكم كما ينصوا عليه القانون الاساسي بتعبيرو خمساش احنا شفنا وانكم انتم في وقتا ما تحدثتم على التوصل الى توافق حول الشخصيات المقترحة ولا لكونديدار المقترحين بمن في ذلك الشخصية المقترحة من طرف حركة النهضة واللي معروفة الشخصية دية بمعاداتها للمسار الديموقراطي وللحريات وخصة للمرأة هكا ولا لا كيفاش انتم الحزب اللي ما هوش حزب ديني تقبلوا انكم مغدوا الحي بيش تصوتوا على هكذا شخصية في اطار توافق مغشوش فيما اللي صار في الفتر 2014-2019 مع المرحوم بيجي قاية السبسي بيش تصادقوا عليه هدي تماش توافق ومحكيناش لا تصريحات هكا شكرا احنا توصلنا كونه بيش نتفقوا على ثلاثة شخصيات المضمدة بمن في ذلك الشخصية المختارة عن تحكم انتم رحوا كل كتلة تخترح اربعة شخصيات ايه اربعة ومبعد لكن بعد بيش تصفها واحد بواحد ايه مزيل 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 انا بي ياخي ان انت في التصويت في الاخير بيش تصوت عليهم الاربعة مزيل حتى في كتلتنا اللي يرشحوهم الاربعة مزيل ما تصفاش في كتلتنا فما برك ببقيت كتل كيف ستوصل عملها حكومة سيد يشام المشيشي في غضون الوضعية المتأزمة سياسيا وفي غضون ما يعتبر ربما التعتيل ولا هكا توصفوا سيد رئيس وفي غضون ما يعتبر رئيس حكومة وزير الداخلية هو بالنيابة الصحة يعني المفروض مقال البيئة فهذه حكومة ميحة ايه 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 يخلو زير عدل فوزراء مينا شامش هذا سؤال لا لكم مينا شامش مينا شامش مينا شامش ما قلنا لازم الجلوس رجوع هاي يشوفوا حل مع رئيس شنو نعملو بالسيفة نحطوه انتو مش نقترحوا شنو نقترحوا ونحنا ما عناش اختراح الا الجلوس مع رئيس الجمهورية وايجاد حل هو قال لك مش نجالس يا امياد ايه قال لك مش نقاعد مش نقابل انا بش نقضى معها السيدة ده وزيت طولي صار مؤخرا في خلقة في خلقة الرئيس بتاع الهيئة زاد عمق الازمة اللي كنت يحكي ثم قوانين وثم دولة وثم مؤسس دولة يجب ان تفرض نفسها ويجب على رئيس الجمهورية ان يقبل الحوار مش على كيف هذي بلاد هذي مؤسسات راهوا هذية امور بتمشيش بالميزاجية انا غضبت عليك وانتي خمتني هذا الحفاظ على تونس اما بش تكون وطني وانا بش يكون الوزع متاع المسئولية عندك قوي وارواح ناس قدامك قاعدة تهدر مش معقول هذي وتتحمل مسئوليتك في هذا او الماشية للصيدام اكثر واكثر كيف تعلقونا على جدل اقالة السيد عمد بخريس القرار اللي اتخذوا السيد رئيس الحكومة بدون تبرير ما فتح الفرصة ربما مام سيد رئيس الجمهورية باش انه اول يقول اليوم بدون تبرير انا نعطيك انا التبرير اعطينا اسمير اقالة عمد بخريس انا 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 طالبت رئيس الحكومة بايقالته انا امال وردتاني شد عندك ميكروة امال خريس سيد هذي عمد بخريس اي عمد بخريس اول ما تخلش عمل سكر لي كود وجابونا المجلس النوابرة على يعني ناس يخدموا في الهيئة لانهم اطلعوا موظفين لاكسي 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 لانهم اطلعوا على التصريح متاعوا كيجيوا وقالوا له عليها تسكر كود طردهم اعتصموا في مقر الرابطة وانا مشيت لهم لي تلعيت وشفت الميلف متاحهم طردهم ناس الهيئة اذيكة ابنات على كتافهم مجهوداتهم ضحال عيدي وغيرها هوراهم يسارين بش ما تقولش اللي قلب تونس عينهم لشاي ليش لانهم اطلعوا اللي هو من صميم عملهم سكر الكود داكسي كان لي هو سامحني هذي خدمتهم اثنين جاء سيد ياسين العياري لجنة مكافحة الفساد وطلب من السيد رئيس لجنة مكافحة الفساد انه يطلب باعتبارنا اللجنة من صلاحياتنا السيد رئيس الهيئة يعطينا الملفات متاع الفساد اللي قالت سامي عبو اروا جابهم واستظهر بيهم في مجلس الامن رسلنا السيد رئيس الهيئة لحداش نتاع السباح وعملنا تصريح اعلامي سبعة متاع شاية عايت له رئيس الجمهورية في نفس اليوم السيد تفريل لماذا؟ لانه لم يكن هناك ملفات لانه تكوانسة لم يكن هناك معطيات تصريح عام كان ينجم لانه شوق تبيبكي جانا في الفخفاخش قال قال ثم مطيات سرية ممنوع علي جلسة مرقة وكانت حابوا نحكيه في القانون قالوا له لا احكي في القانون بحضر الاعلاميين كان ينجم يحضر ثم الوسائل القانونية نحنا امضينا مع الهيئة بصفاء مؤسس مجلس النواب وكان اشرف على هذا يعني المصار السيد بدردين الجمودي رئيس لش مكافحة الفساد مش نحنا لقلب تونس لحركة النهر مصار كامل لايجات استراتيجية موحدة للمكافحة الفساد شنو المشكلة في مكافحة الفساد اليوم عدم تنسيق المؤسسات مبعضها ما تنجمش تكافح انت الفساد مكافحة الفساد مش حط الناس في الحبس مكافحة الفساد هي قوانين ومؤسسات تشتغل نحن نحن نتعدد وفما ممضع ليه شكون شوق التبيب جاي لوحو في الماء قال ما يلزمنيش سمحني انا نمضي مع مؤسسة او مع اشخاص انا ما شكون امضيت اذا هذا سيد لي ومثيله الا نفسه لوحو وقال ما نكملش في الامضاع وما يمنيش عام لجنة تخدم ومؤسسات وامكنيات وفلوس تصرفت ليه ما نخدمش معاكم وهذا قال بروتوكول اللي امضاه القاضي الفاضل السيد شوق التبيب ما يعنينيش سمحني هذا السيدة داية انا طالبت رئيس الحكومة بايقانة ليه ما يكون قدش عندهم من الورتتيني ليه 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 سمحني البرح يعطي تصريح اسمه تقليب الناس بعض على بعض عشرين الف جرعة فيس وينك اول حاجة ما فهماش وزارة الصحة عام للتصريح لجنة العلمية عام للتصريح ما سماش هذا شي يعمل شي قاعد يعمل يا سيدة امان يتقلب في الناس وينك قبل كيف عندك شبيت ما قلتش وغرج قال انا كنت مش نكشف على ميلافات يحكي للناس اللي متعرش القانون سيعي مات بوخريس مش صحيح القانون يمنعك عندك وجه بالتحافظ يحكي على اربعين الف مش هذكا حتى الميلافات ممنوع عليه الفصل تلاثة واربعين من قانون المنشئ للهيئة سيعي مات بوخريس انت تغالت الناس وتؤلبهم سيد القاضي الفاضل الهيئة هذه مازالت تشتغل بمقتضى المرسوم اللي اصدر فواذ المبزع في نوفمبر 2011 وفما قانون متاع الهيئة اللي اصدر في قوت 2017 في قوت 2017 احنا تتوى هنا قريب قوت 2021 اربع سنوات بعد والتوى ما تمش انتخاب اعضاء الهيئة في شكل جديد على ضو القانون هذي اللي صوت عليه مجلس النواب في العهد اللي قبلكم هو قاعد يقتل بمقتضى مرسوم والمرسوم هذي ما فيش والفصل اللي اجبته انت هذي متاع 45 هذي متاع القانون الاساسي اللي منزاله مدفعش التوى باحت مادة السورية قاعد ساير لبقية الهيئات ما نحكيش على الهيكا اللي منزاله التوى بالمرسوم ميةو 16 وحتى القانون المتاعها مزال التوى مشروع القانون مزال ملوحة البرلمان انا متع ما تنجمش تحاسبني وهذي يا مالوروزمون ما فاماش على دورة نيابية سابقة خمسة سنوات متاع اللي كان عندهم مدة معينة وتعرف انتم ما اللي تخلنا المجلس النواب واللغط الحاصل حتى بيشتخدم دون دي كونديسيون تريبيني بيشتعدى قانون مكريت هانا عدينا قانون المحكمة الدستورية هوا عطلو واجب التحفظ محمول على رئيس الهيئة موجب المرسوم الهيئة شوفوا تترقى فيه واجب التحفظ وبناء عليها نعود نسألك السوقين شنون نيدالي تتواجه به مرة اخرى اليوم من الورتتين الخروج من الاتيال هو سياسي تريبيا انه في بعض المناسب القضاة تشارجعوا بلاستهم يخدموا خلي المسارات سياسية والقضائية تنفصل الا ما يعني افرضها القانون بيموجب النص في بعض الهيئات الدستورية لكن انا ديما نقول اللي عاملوا عيمة بخريس الحقيقة ما فيه تصريحاته فيه تعامله مع مجلس النواب فيه مطالبنا ليه نحنا كان الحقيقة سيد شوقت بيبي تفعل معنا ونسمعوه يسمعنا هذا سيد معناه ماخد طريق واضح هيعمل في السياسة بالهيئة وهذا ليستقيمه طبيعي جدا اقالته وانا فيه عملت مداخله وطلبت بايقالته وقلت لك مشيت للمعتصمينة دا وريت ملفاته متوى باش نطالب برئيس الهيئة جديد كان شد العمل متاعه انه يرجعهم يخدموا على الاروان شعاية له رئيس الجمهورية يدال يمين دستورية يرجع البلاست ما عادش عنده حقا تروا بيده قاضي لا هو تم تكليف انور بن حسين بتصيير وقت اي شخصية انا مهمنيش الاشخاص اللي بشوش رفتوه على التسيير بش نغذ ملفات الناس اللي تردهم ويقتعلهم خبزتهم واللي هما راو رايي الطفلة تقولي انا من اول ما اتحلت لهي اي او انا نخدم اجترهم دعني اردت المنزل تخصية ومات انهم اردت بحقات كتلة ومتعسل شكرا لكم شكرا لكم للعظم لنا بمكان